مرض الزهري هل هذا المرض قابل للشفاء أم لا؟ في الواقع هذا مرض جنسي ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية عن طريق الجنس المهبلي والشرجي والفموي وعن طريق الاتصال الجسدي وهذا تسببه نوع من أنواع البكتيريا اسمها اللولابية الشاحبة وهذا المرض يمر بمراحل المرحلة الأولى هي عبارة عن قرحة تظهر على الأعضاء الجنسية أو على الفم أو اللسان وهذه القرحة غير مؤلمة وتبقى نشفة وممكن تؤدي إلى تضخم في الغدد اللمفوية المجورة وممكن تؤدي إلى تضخم في الغدد اللمفوية في الرعبة أو في الغدد اللمفوية أعلى الفرس وتمر عدة أسابيع وتختفي هذه القرحة وتشفى من تلقاء نفسها حتى بدونها لك